محمد مونير الكنج هو مغني وممثل مصري بيعرفه موسيقى اللي بيختلط فيها الجاز بالسلم الخماسي النوبي كلمات أغانية عميقة وأسلوب أداءه ومظهره مختلفين عن المعتاد شعره وقفته مسكته للمايكروفون حركته العصبية الغريبة أثناء الغناء فهو فنه لا يلتزم بالتقاليد وردت في قرية منشية النوبة بأسوان وتلقى مونير تعليمه المبكر وفترة سبا في أسوان برضو وده قبل ما يهاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر فأوائل السبعينات حد مونير ممارسة الغناء كهو وده كان منذ الصغر وكان بغني رفاقه في الجيش أبرز أعماله على الإطلاق هو غناءه لمقدمة منهاية المسلسل الكاتوني مصري الشهير بكار واللي حقق نجاح كبير جدا وكان معروف في مختلف الأوساط والأعمار داخل مصر وخارجها قدمونير الكثير من الألبومات وكان أشهرها علموني عنيكي سنة 77 بنت ولد سنة 78 شبابيك سنة 81 وحقق أعلى نسبة مبيعات في مصر حتى الآن بريء سنة 86 وسط الدائرة سنة 87 شوكولاتة سنة 89 وصور من الألبوم أغنية بر الشبابيك ياسكندرية سنة 90 أسمينة سنة 91 الطول واللون والحرية سنة 92 وقدمت الألبوم ده أغنية سحر المغنى افتح ألبك سنة 94 وصور منه أغنية لو بطلنا نحلم ويابا يابا ويهل ترى وافتح ألبك ممكن سنة 95 من أول لمسة سنة 96 الفرحة سنة 99 وصور منه أغنية سياسية فعش البنات سنة 2000 وكان من إنتاج فري ميوزيك وحقق مبيعات هيلة وصور منه أغنية أنا بعشاء البحر أنا قلبي مساكن شعبية سنة 2001 وكان من إنتاج فري ميوزيك وصور في الألبوم ده أغنية سويا سو وهي من أشهر أغاني الألبوم الأرض السلام سنة 2002 واشتهر باسم مدد أحمر شفايف سنة 2003 من إنتاج أفريكانة وتوزيع عالم الفن وحقق مبيعات هيلة وصور منه أغنية إقرار حواديد سنة 2004 مبارح كان عمري عشرين سنة 2005 وصور من الألبوم ده أغنية وصوتك طعم البيت سنة 2008 واللي حقق مبيعات عالية وصور منه كان فاضل ونيجري بيني يهل العرب والطرب سنة 2012 وجاء إصدار الألبوم ده بعد غياب أربع سنة لكنه كالعادة جه ليرضي طموح محبي الملك الروح للروح دايماً بتحن واللي أصدره في 2017 وبيحتوي على عشر أغاني منهم تسع غنهم في مسلسل المغني واللي عرض في رمضان 2016 وسبقت وغنتها شريفة فاضل محمد مونير كمان ممثل مش بس مطرب وقدم العديد من الأفلام منها حدوطة مصرية المصير يوم حلو ويوم مر ليه يا هرم اليوم السادس دنيا مفيش غير كده حكايات الغريب البحث عن توت عن خأمون موسيقى قدم مونير عدد منايل جداً من المصرحيات زي الملك هو الملك واللي عارضت لأول مرة في اسكندرية سنة 88 موسيقى كمان قدم مصرحية الشحاتين موسيقى حصل مونير على العديد من الجوائز وكان أهمها موسيقى تم تكريمه من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية السنمائي في افتتاح دورته الثلاثين كمان حصل على جائزة أفضل مطرب في مسابقة الميمة في يوليو 2008 فاز بالجائزة البلاتينية لأحسن مطرب مصري وعربي عن أغنية ياسمينة واللي شاركوا الغناء فيها المطرب العالمي عادل الطويل واستحق كمان جائزة شركة يونيفرسل العالمية بعد ما وزعت الاستوانة اللي بتضم أغنية تحت الياسمينة وحققت أعلى نسبة توزيع في ألمانيا فازت أغنية الليلة ياسمرة تستفتاء البي بي سي لأفضع خمسين أغنية أفريقية في قرن العشرين اشتركوا في القناة